جايب لك النهاردة افضل تحديث من وجهة نظر الشخصية على اليوتيوب اطلاقا انا متأكد ان التحديث ده حينفع كتير جدا من منشين المحتوى في زيادة مشاهدات والوصول الى العالمية وزيادة ارباح لان حضرتك لازم تكون عارف ان التحديث ده من وجهة نظر الشخصية هو افضل تحديث علشان لما اقول لك محدش هينفعك في الدنيا بعد ربنا وبوك ومك الا المتواحد فكرة تبقى تصدقني وتعمل اشتراك وتعمل كومنت وتكتب تم لان المتواحد فكرة اللي بيجيب لك اي حاجة بتحصل على اليوتيوب سواء مشاكل او تحديثات التحديث اللي من وجهة نظري هو الافضل ده هو تحديث حيوفر على منشئ المحتوى وقت طويل جدا الاول لما عوز اترجم الفيديو ده كنت بروح اخبط على الفيسبوك الو فيسبوك معايا فيديو عايز ارفعه عندك ارفع الفيديو ونزل ملف الترجمة واشيل الفيديو على كدفه واروح على اليوتيوب وارفع ملف الترجمة وطبعا الموضوع كان بياخد وقت لكن التحديث اللي انا جاي لحضرتك فيه بقى تحديث حيتم خلال الايام القليلة القادمة ويتم تجربته ولو تم ونزل انا متأكد بنسبة مية في المية ان التحديث ده هو الرواءان روقني انا شخصيا انا لما جيت بصيت على التحديث عملت واو بجد وقلت مفرغش الوحدي لازم تفرح معايا لازم تشوف التحديث ده بعينك العربية اهو اضافة الترجمة العربية من اعداد اليوتيوب نفسه بصورة تلقائية يعني حضرتك مش محتاج انك تعمل حاجة الاول لو جيت بصيت الفيديو كان بيظهر باللغة العربية التلقائية بس كده لكن في الجديد الوضع مختلف ممكن وانت بترفع فيديو حالا تلاقي ان الموضوع ده ظهر عندك هو ظهر عند البعض وليس الجميع انا عن نفسي في المتوحد فكرة لما دخلت بصيت على الفيديوهات ودخلت على الترجمة لقيت ان اليوتيوب اضاف لغة الفيديو اللغة العربية واجه اعمل تعديل وعشان ادخل ابص على التعديل يقول لي هنا ان لسه في تعديلات تعذر تعديل ملف الترجمة يرجى اعادة المحاولة واعتقد ان الموضوع هياخد مع اليوتيوب بقت لان قنوات وعدد الفيديوهات كتير جدا 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 على اليوتيوب فالتحديث ده من وجهة نظري هو الافضل يا صديقي زي ما بندخل كده على القنوات الاجنبية وندخل نتفرج على قناة اجنبية وندص عليها ده من دي فوزية بتضحب ترقص ليه دي ماشي دخلنا على قناة اي قناة انجليزية وصلنا على اي قناة انجليزية هلاقي في حاجة اسمها هنا ايه الترجمة التلقائية بص الترجمة التلقائية اي اللغة العربية بدأ يكون معترف بيها بص 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 الترجمة التلقائية اهي ترجمة التلقائية وتم انشاء للعربية بص اهو عربية موجودة بشكل تلقائي يعني بيتم الترجمة بشكل تلقائي من غير ما تدخل وكل ده تحديثات في اليوتيوب وعايز اقولك مش بس كده كمان ده في تحديث هيظهر وبدأ يظهر في دروس انلاين بالفعل القناة اللي حضرتك اكيد معارفها لو جينا دخلنا على ملف الصوت حنلاقي فيه ملفين لسه ما تمش نضافة الدبلاجة بشكل كويس ولكن بدأ يظهر خلاص الدبلاجة بقت موجودة في المحتوى العربي عند بعض الشركات اللي ممكن يستفادوا منها وانا بنصح اي قناة كبيرة لو انت مرتبط بشركة بارتنرشيب لازم تكلم الشركة تكلم اليوتيوب لك علشان ينزلك بعض من الترجمة او بعض الخدمات اللي موجودة اللي حتساعدك انك توصل لجمهور اكبر وبصراحة شابو يوتيوب صراحة ده افضل محتوى او افضل تحديث انا شفته على نيتيوب بصراحة قاسب جدا انا مش عارف اتكلم لان انا واخد بينك في سناني ويدوني مش افضل حال شكرا لجميع ان اتقابل في تحديث جديد مفرح انا مبسوط انا فرحان والله العظيم فرحان انت فرحان اكتبلي في القومنت الترجمة نانسي قنقر